السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة النهاردة عن كورونا وعن القلق طيب الكورونا قتلتني بالقلق يعني ايه اكتر نسبة وفيات في العالم بيبقى السبب الاساسي فيها هو الاسترس هو القلق طيب ولو ما خفناش خالص اكتر سبب هاي موتنا هو لو ما خفناش خالص لان ربنا خلق الخوف والقلق دي غريزة فينا عشان تحافظ على بقاء الانسان يعني احنا لو ما شلنا الخوف خالص من الانسان يبقى كده انت ما مش هيخاف من خطر لحواليه هيقف قدامه فهينته الله يعني زيادة يموت وما فيش خالص يموت ما لنعمل ايه الوسط يعني احنا عندنا خوف وقلق طبيعي وخوف وقلق مراجي عايزين الخوف والقلق بتاعنا يبقى في المتوسط اللي يخلينا نعمل اللي علينا وخلينا ناخد احتياطاتنا في حاجات كتير ويخلينا نتصرف بعاقل ويخلينا ما نقدي يعني ما نخليش جسمنا يروح في حتة ان هو ممكن يموت هو ممكن جسم يموت هو ممكن جسم يموت انا هقول لكم قصة عارفين هتلر هتلر ده كان رئيس المانيا المهم يعني كان قائد عسكري وكان فيه تلات جنود خلفه اوامره حكم عليهم بالسجن وبعد كده حكم عليهم بالاعدام خد كل واحد فيهم وحطوا في سجن منفصل عن التاني وربطهم وكان فيه وشغل لهم موسيقى كلاسيك وكان فيه مصورة كده بتنزل مياه نقطة نقطة وقال لهم انا هفتح عليكم غاز سام في خلال ست ساعات هتموت وجاء لهم بعد ربع ساعات اتنين منهم ماتوا من الجنود دول واخر واحد كان بيطالع في الروح على فكرة ما كانش فتح عليهم غاز سام ولا اي حاجة ده هم من كتر الخوف والقلق جسمهم موت نفسه بنفسه فرز هرمونات وفرز حاجات موت نفسه بنفسه الجسم فاحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي اه احنا عندنا وباء وعندنا كل حاجة طيب ماشي وعندنا ناس بتسعيدي والناس بتموت ماشي اوكي ماشي طب هنعمل ده قدر ربنا هنشعرفني ان انا وانا قاعد كده ما موتش من جرق اي حاجة تمام وبرضو الناس اللي هي يعني مبصيها خالص بقى ونازلة في الشارع وتجمعات ومش حطة في دمقها خالص دي برضو ممكن يعني قلة الخوف ده ممكن هي موتها طيب احنا نعمل ايه مثلا انا في مكان حاجرة مثلا من الزمل اللي عندنا حد من الكدر الصحي حد لقدر الله قالوا له تعزل في بيتك وليس ما عرفش هو موجب ولا سالب مثلا حد يرفو ان هو ايجابي يعني وخايف حساس الموت جايله من اي عدة طيب احنا عايزين نعمل فرمالة للقلق والخوف اللي جونا نعمل كده استراتيجية بسيطة وسهلة جدا ان نقدر نعملها ان احنا نعمل ايه ايه لأ انا الان بفكر اه حاسس الموت جايل في اي وقت اه مش قادر انام مش قادر ياكل مش قادر اتحرك اه ياقس كل الكلام ده كل حلو ايه هنعمل التمرين بسيط كده اه هي لها كزا استراتيجية بس اسهل حاجة اسهل حاجة تمرينات التنفس وليه تمرينات التنفس بما ان كورونا بتقسرع الجهاز التنفسي فاحنا عايزين نقوم جهاز التنفسي بتاعنا واحد تاني حاجة نعالج السترس طيب ازاي احنا هناخد آآ نفس عميق من مناخرنا ونقاية ما نحس ان بطننا اتملت هاو ونكتمه شوية وبعدين نصلعه بالراحة مبقنا سهل وبسيطة هاو بس ده مش لعب عيال ده تكنيك والله يعني انتو لو تعلمتوه في اي موقف انت غضبان متضايق الان خايف مش عارف تنام استخدم التكنيك ده آآ بيعمل ايه انت دلوقتي لما بتملي سدرك اكسجين بتحسن الدورة دموية بتاع الجسمك بترفع مناعتك آآ بتقلل التوتر بتقلل البين لو عندك قلم لو عندك اي حاجة بتنشط ذهنك الاكسجين ده بيخش الدماغ بترخي عضلات جسمك مع التنفس والحاجات دهية بعد كده بعد ما تخلص ده ميت حس ان انت مرتاح وهادي طيب هنقرر من تاني ونتعلم هناخد النفس من ايه من اخيرنا هنكتم شوية جوانا وبعدين نطلعه بالراحة من ايه من بقنا نقرره قد ايه نقرره لمدة عشر دقيق مسلا طيب نعمله كم مرة في اليوم آآ كل ما تحس ان انت قلقان او متوتر اعمله آآ حاسس انت مش قدرت تنام وخايف اعمل برضو التمرين ده آآ طيب آآ التعبان ومش قدرت تعمله شوف اكتر حاجة تريحك تعمل ايه نظن بالله كل شو كل كويس ونم كويس وآآ وعمل اللي انت تقدر تعمله والحاجات اللي انت بتقدر تعملها ان انت طبعا بتخرجش اللي في الضرورة ولو خرجت بتاخد كل الاحتياطات بتاعتك الزمل اللي هم في المجال الصحي آآ على قد ما يقدروا ما يتعاملوش مع مريضه هم مش لابسين ماسك ولا جوانتي يتصرفوا فيش ماسك ولا جوانتي يتصرف حتى لو هتجيبه على حسابك يقولك ما فيش مسترنين طلبية هنصرف مش عارفة ايه هاتوا على حسابك هو فيه اغلى من العمر مش مشكلة احتسبوا بقى صدقة آآ زكاة مال صدقة عن نفسك وربنا هيعوضعك عنه ما تقلقش يعني آآ اتمنى لكم كل الصحة والعافية آآ بعيدة عن سترس والقلق خلى عندنا سقف ربنا الحمد لله انا لو هموت هموت مش من اي من غدء كورونا ومن غدء اي حاجة لو مكتوب لي هموت هموت آآ استوضعكم الله آآ حافظوا على نفسكم ما تخرجوش آآ لما اشتركش اشترك آآ آآ أتمنى انتوا اكون انا اقفيتكم اتمنى انتوا تبقوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على فيديوهاتي انا ببقى سعيدة وانا بصور لكم بالله حقيب احبكو في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اشتركوا في القناة